موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الناس جدد رئيس الجمهورية عبدالعز بوتفليقة عزمه على تعديل الدستور وقال في رسالة له إن الجزائر تحضر لذلك بجدية بهدف الوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة لكنه شدد في المقابل على تفادي التسرع والتقليد والارتجال رافضا أي مغامرة بهذا الخصوص غير أن المعارضة لا تقتنع بمنطق السلطة وترى في زحزحة الدستور من الأجندة السياسية للبلاد في كل مرة دليلا على عدم جديتها في الذهاب نحو إصلاحات فعلية ليتحول بذلك القانون الأسمى إلى أداة ضمن إدارة اللعبة السياسية برأي البعض تعديل الدستور بين التوافق والتراشق هو عنوان حلقة اليوم من برنامج حديث الناس نتبع التقليل التالي ثم نعود وثيقة الدستور أو العمود الفقري لمؤسسات الحكم ومنظم صلاحيات سلطات الثلاث والتوازن بينها كما هي الضامن الأقوى لحريات وحقوق المواطن هي اليوم في الجزائر لا تعدو سوى ورقة تدار بها اللعبة السياسية من جانب السلطة والمعارضة على حد سواء فالرئيس بوتفليقة انتقد الدستور الحال منذ اعتلائه سدة الحكم في سنة 1999 وتعهد بإخراج دستور جديد في عدة مناسبات لعل أبرزها خطابه في الرابع جوليا 2006 وقبيل رئاسيات 2009 وفي خطابه للأمة يوم الخامس عشر أفريل 2011 عقب موجة الاضطرابات التي سادت عدة دول عربية وفي آخر مناسبة له عقب إعادة تجديد عهدته للمرة الرابعة على التوالي قال إنه يريد دستورا توافقيا وطرح جولة جديدة من المشاورات قادها رئيس ديوانه أحمد أيحيا خلف للجنة بن صالح هذه الجولة الجديدة من المشاورات لقيت مقاطعة واسعة من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية واعتبرتها مناورة أخرى من جانب السلطة لكذب مزيد من الوقت والتهرب من الإصلاحات الحقيقية الرئيس عاد مجددا بحر الأسبوع الماضي ليؤكد عزمه على تعديل الدستور نافيا تراجعه أو تأجيله لكنه شدد على أنه يتوخى النظر ولا يريد التعجل والارتجال لكن أحزاب المعارضة غير مقتنعة بتبريرات السلطة وهي تستغل التماطل في إخراج الدستور الجديد كورقة ضغط على المستويين الوطني والخارجي وبين وعود السلطة بإخراج دستور توافقي من جهة ومقاطعة المعارضة مع استغلال تماطل السلطة والتذيق عليها من جهة أخرى يبقى الإفراج على وثيقة الدستور يتدحرج من محطة إلى أخرى ليشهد مخاضه تجاذبات سياسية بين الطرفين وبين حجة التوافق التي تنشدها السلطة لكنها فشلت في صناعته يتحول موضوع الدستور إلى حلبة تراشق مع المعارضة فمتى تضع معركة الدستور أوزارها في الجزائر أهلا بكم من جديد عزائي المشاهدين في هذا العدد من برنامج حديث الناس والذي نفتح فيه ملف تعديل الدستور في الجزائر بين التوافق والتراشق ولإثراء ومناقشة هذا الموضوع أسعد اليوم باستضافة المحامي والنشط السياسي الأستاذ مقران أيت العربي أهلا بك سيدي مساء الخير كما يشارك معنا أيضا القياد في حزب جبهة تحير الوطني ووزير السياحة الأسبق الأستاذ نور الدين بن نوار أهلا بك سيدي أهلا وسهلا مساء الخير أستاذ مقران أيت العربي إذا بدأت معك الرئيس تكلم مجددا في موضوع الدستور بعد صمت طويل لكنه برأي البعض لم يقل شيئا مفيدا ولا شيئا جديدا ما هو تعليقك على ما ورد في رسالة الرئيس بهذا الخصوص في الحقيقة الدستور لا تعدل بهذه الطريقة لأن الدستور يوضع لجيل على الأقل وخلال ربع قرن يمكن أن تظهر بعض الثغارات وسيبادر من له حق المبادرة بالتعديل لكن في الجزائر للأسف نلاحظ أن الدستور تعدل كما تعدل القوانين العادية وللتذكير فقط أن الدستور 63 وضع في قاعد سينما بينما لوجلس الوطني التأسيسي كان مجتمعا لذلك ما يحدث في الجزائر ليس أزمة دستورية ولا أزمة قانونية ولا حتى مالية واقتصادية الجزائر تعيش أزمة سياسية وأزمة مؤسسات أما الرئيس كلف مدير ديواني لاستقبال بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية لأخذ الرأي ما يسمي بالتشاور وفي الحقيقة ما هو إلى استشارة غير ملزمين وبطبيعة الحال لأنه أردنا التشاور لاجتمعنا حول الطاولة وتحضر كل الفعاليات والمجتمع المدني والشخصيات ونأتي بورقة بيضاء ونتناقش كل ما نتفق حوله يسجل وكل ما نختلف حوله يمكن أن يؤجل اليوم التالي لنجد التوافق وأشير فقط إلى الدستور التونيسي كيف هو وضع فهناك مجلس تأسيسي ولكن كل المواد تمت عن طريق التوافق بين كل الفعاليات السياسية ومن ثم رئيس الجمهورية الآن في رسالته يتحدث عن دستور توافقي أعتقد أن هذا الدستور هو دستور السلطة لا يلزم إلى السلطة لأنه وضع من طرف السلطة وسيعرض على المجلس الوطني أو على الاستفتاء في نفس الوقت فلن يغير شيئاً ولن يحل الأزمة فالأزمة سياسية بالدرجة الأولى أستاذ مقرن أية العربية بالتبارات التي قدمها رئيس الجمهورية في كل هذا التأخير هل ترها مقنعة عندما تكلم عن تفادي الارتجال والتعجل بل قال بأنه يرفض المغامرة وهنا عاد للحديث عن ما عشته الجزائر من أزمة أمنية وكأنه فيه دائماً فزاعة الأمن حاضرة في مثل هذه القضايا لا ننسى أن رئيس الجمهورية كان مرغم سنة 2001 لتعديل الدستور لوضع اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور وأنه صرح قبل ذلك أنها كلغة وطنية تحتاج إلى استفتاء وكلغة رسمية رفضها على الإطلاق ولكن الأحداث فرضت عليه أن يعدل الدستور ما قاله آنذاك قال أن التوازنات الكبرى تسمح بهذا فقط معناه توازنات الكبرى ليس في المجتمع ولكن توازنات الكبرى داخل النظام بصفة عامة وداخل السلطة بصفتين خاصة ولكن كل هذه التبريرات أعتقد أن المشكلة يكمن داخل السلطة والسلطة لا تريد أن تخرج بهذا الدستور إلى المجتمع إلى الشعب إلى كل الفعاليات ليناقش وقد نتصل إلى التوافق بعد شهور بعد سنة فقط أعتقد أن الرئيس وضع رزنامة وضع أجندة لإصلاحات وفي اعتقاده تمت كل هذه الإصلاحات باستثناء نقطة واحدة هي الدستور التي هي لب الإصلاحات برأي الكثير هي جوهر الإصلاحات بمعنى أنه لم نصل إلى حقيقة الإصلاحات ونهايتها بما أن الدستور حتى الآن لم يرى النور إذا أردنا أن نفتح قوس حول الإصلاحات سنفتح قوس حول الإصلاحات سنأتي ربما في السياق فقط أنه يريد أن يتمم إصلاحاته بالدستور وهذا قد يشير إلى شيء أنه لأسباب صحية قد أتوقع أنه بعد الدستور وبعد شهور يمكن أن يتخلى عن السلطة كما فعل رئيس اليمين زرويل وسيعلن عن انتخابات رئاسية مسبقة وهذا ما يسمح بتبرير العهدة الرابعة لأن العهدة الرابعة تبريرها سياسيا من طرف السلطة لإتمام إصلاحة الرئيس سنعود إلى هذا ربما في سياق التشخيص هذا التأخير وتجميد الدستور حتى الآن أستاذ نردين بن نوار أنتم كأحزاب موالاة ماذا فهمتم من رسالة رئيس الجمهورية غير تجديد نيته وتأكيدها على تعديل الدستور شكرا جزيلا أشكركم على هذه الاتفافة وأنا سعيد بالحوار مع السعادة متبادلة الله يسلمك أولا مصطلح هذه الموالات نرى حزب أغلبية ونسمى بالأغلبية والأقلية أقلية بأن مصطلح الموالات ليس عيمة وليس شكيمة في أحزاب معارضة وأحزاب موالات على اكتباه أن الرئيس مرشح حر هناك أحزاب توليه وتسانده لكن نحن نتكلم الآن كحزب أغلبية إلى تنكر يعني سيادة الشاد لا مش قاية سيادة لا تتعرف الموالات الموالات يقدرون حتى حزب ما عنده حتى أطفل برلمات في موضوع الدستور والقرارات الكبرى أنتم موالات على المصطلح نرافض الموالات نحن حزب الأغلبية تقررون في الدستور ندخل الآن في الموضوع في صلب الموضوع والله من خلال استماعي إلى الأستاذ هل قراءة كما حاولتنا نفهم قراءة باش ننسى جمعه يستحيل الرئيس رضح رسالة واضحة ماذا فهمتم منها؟ شوف أولا لأول مرة الرئيس في الرسالة الفقراء الأولى يعترف بينضج الأفكار اللي جات فين خلال المشاورات معنتها الرئيس ما قعدش غالق روحه في إحزاب الأغلبية وبغاية بعدل الدستور والرسالة الأولى اللي وجهها قال لك أنا ما كاش قيود نتقبل كل الأراء كل الأراء هذا لما لما وجه المسودة للطبخ السياسي والنقاش مفتوح إلى المقدسات تعالى الأمة الجزائرية فيما يخص الثوابت أو المبادئ الأساسية لتأسد عليها الدولة الجزائرية الآن لإعتراف أنه نفج الأفكار ما نتأخذها بين الاعتبار يعني قضية أرواح للرئيس الجمهورية ومد أفكار كروح الآن هو أقر وكثير من أفكار يعني منسجم وأنا أنا باغي نعرف واحد من هذه المعارضة يعطيني حاجة لما تطرقت لها المسودة على الدستور أغلبية كانت تطالب نظام برلماني مثلا لا مش الأغلبية والسيادة الأغلبية البرلمانية عن أقل في حسلما مثلا خليني نكمل بعد أن نصل لهذه النقطة ثانيا التوافق ها وضحوا أننا في البداية الرسالة الأولى ما فهمتش التوافق أننا سواء نأخذ من الاعتبار إذا كان عنا مئة حزب لازم كلهم يلقوا روحهم وهذا مستحيل إرضاء الجليال والثانيا الروح للفكرة اللي أشار إليها بسهولة قال لك حوار ولا كونفيرنس هو يعرف لأن رجل قانوني ممكن يعرف خير مني أن كل التعديلات بتاعت دستير في إفريقيا اللي صرعت في التسعينات هبت ريح التعديلات الدستورية كانت تحت الضغوط وبإرادة خارجية محظة ابتداء لأنها كانت أزمات تحت ست وتعين والمبادرة بتاعت دستور الجزائر يعني تحت ضغوطات أنه في إطار نية الإصلاح لو كانت ضغوطات الرئيس ما كانش يقول التسرع والارتجال الآن أصبحت السلطة في راحة من أمرها لكن قبل ثلث سنوات كانت تحت الضغوطات نحن في ستعين تكوننا تحت ضغط الأثامي تحت البنك مونديال تحت الإتحاد الأوروبي كل بلد إرهابي كانوا يسمينا ديروا دستور باش تخرجوا الدولة واش سرع في الكنفرانس تنازلات من الجهتين تنازلات من الدولة حتى على الأمور أحيانا اللي بسي نردينا حتى الآن أنا استمعت منك فكرة هي مسحلة اعتراف الرئيس بنوجي الأفكار غير هذا ما بذلك في هذه الرسالة وضح التوافق واش حبي يقول ما واش توافقت على الأحزاب الجهنة في صالة وتصفقوا ولا تنازلوا لا توافقت على المسائل الجوهرية للأمة الجزائرية فقط نقدمها أنا ولا تقدمها أنت ولا قدمها الأستاذ المهم هذه من الأمور الأساسية الجوهرية وضحها في الرسالة الناس كانت فهمة بكل أحزاب يجب أن توافق كونفرانس هذا خطأ ثانيا الرئيس قال لك هذا الدستور لانفتاح عن المجتمع الجزائري على المرحلة القادمة مع مع هذا العمل مع الاستقرار شوفك مخيطين لا استقرار في المنطقة ولا في البلدان التي شابهنا هذا الكلام سينوردين منذ السنوات من 2011 الرئيس أعلن عن نيتو في تعديل الدستور حتى الآن لا توجد هناك توجهات كبرى للتعديل الدستور ولا أجرد ولا تاريخ قل لي لماذا ولا إفصاح شو سيمر هذا الدستور جاوبني بصدق بل أكثر من ذلك الرئيس منذ 1999 هو يتحدث عن تديل الدستور جاوبني بصدق في 2011 الناس كانت تفكر في الدستور ولا هذا الدمار العربي وصلنا واش رايي الأولوية ونقولها وأنا مقتنع لو لا حكمة الديبلوماسية الجزائرية أنا ذاك نحنا في منأة عن الدمار العربي واشتخلنا في الدمار العربي أنا ذاك الناس في 2011 كان في قوانين عضوية الجميع كان ينتظر الوصول إلى الدستور ذاتين بعض الأحزاب هناك كانت تكتل وتوجد في روحها بشيستنموا السلطة ونقدر نتكل الأحزاب هذي وبدأت طالب يعني مثل ما هذه الأحزاب ترى بأن الرئيس أعلن عن الدستور في سياح معين عندما تحول الظروف العربية رأت السلطة أنها مرتاحة وبالتالي تخلت عن هذا الموضوع أو أجلته الآن نسبيا في ارتياح وفي استقرار داخليا لكن ولا دستور العلاقات الدولية التي ستقلبت بالصفة غير مثيلة لها حتى ننهي هذا السؤال سنوردين ترى أنه ما تفضلت بهذه الظروف يعني هذا السياق هو الذي يبرر تجميد الدستور كل هذه المدة وربما تأخيره أكثر دستور ما تجمتش يعني عمليا عمليا لا أو الرئيس قال ما كاش تسرع ما كاش ارتجال حتى نصبح ننتظر عشر سنوات حتى ينضج دستور شوف دستور تحت ستوتسعين بكل يعني المزايا تاعه في بضع شهور دستور تحت ستوتسعين يعني أنجز دستور يعتبر من أكثر دستور توافقية في الجزائيا تحت ستوتسعين مع أنه دار تعدودية ولكن كان تحت الضغط وتحت الارتجال فيه كل المزايا لكن دانا إلى أزمة في البلاد شوف أشخلصنا عليها إلا حبيتوا فوق ذاك الرئيس يجيب شوف إلا باش نقلد دستير كلي باش نختم فقهار قانون دستوري يقول لك ما كاش دستور يصلح لكل الأزمنة ولكل البلدان كل بلد لحبه عنده خصوصياته عنده خصوصياته عنده ظروف ولاجم يعرفي الوقت المناسب بالنسبة للمسودة الجميع يطلع على المسودة ولكن لا أحد يطلع عما شيء يخرج من استقبال الشخصيات والأحزاب برئاسة الجمهورية إلى حد الآن المشاورات مغلقة إلى حد الآن المشروع حتى وحد ما طلع عليه وإذا كان طلعت عليه تفضل قلنا وشكين في المشروع أرجع أرجع تكلمت عشر دقائق وما قطعتك نتمنى أن الحوار يكون هادئ أنا تكلمت تتكلم من سمعك بغيت ترجع لكلام أنا ننسى معك تفضل تفضل أستاذ إذن هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية يعني الموالات ما الموالات وحزب الأغلبية في الجزائر ما كاش حزب أغلبية ما كاش موالات ما كاش معارضة كان سلطة والسلطة ليست لا في الأحزاب التي صنفت بالأغلبية ولا التي صنفت بالمعارضة نقول ونكرر أن السلطة الحقيقية في الجزائر في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش أما الباقي ما هو إلا واجهة سياسية للرأي العام الداخلي أو الخارجي بالنسبة للدستور التوافقي الدستور التوافقي لا يمكن أن يكون توافقي بدون أن نتناقش وإلا فهناك توافق بين السلطة ومن استجاب للدعوة إلى رئاسة الجمهورية على ما اشتفقوا المسائل المغلقة حتى وسائل الإعلام قال لا يسمح إلا بوسائل الإعلام الرسمية أما القنوات التلفزيونية الخاصة أما الصحافة الخاصة ما دخلتش المكتب مدير ديوان تلفزيون العمومة ووكالة تلفزيون العمومة يقولوا اتفقنا على أمور سواء تفقوا لها أو ما تفقش عليها يعني يقدموها للناس يقدموها لرأي العام هل يقدمونا وثيقة فقط هل الدستور تأخر بروتوكولي ذكرت في اللول قلت أن الدستور لازم يصلح لجيل على الأقل في هذا السياق أستاذ مقراني لأنه أنا لم أطرح السؤال تركت لك مباشرة تعقيبة هل فعل الإنضاج الدستور يحتاج 8 سنوات رئيس الجمهورية في 4 جوليا 2006 الجميع يتذكر في وزارة الدفاع الوطني أعلن أن ذاك نيته كان يتحدث منذ 99 سنوات الدستور لكن في 2006 عبر مباشرة عن تعديل دستور من 2006 إلى اليوم ليس هناك تعديل الذي انتظره الجزائرون باستثناء طبعا فتح العهدات في 2008 وهذا ليس تعديل في طر الإصلاح قلت أنك تختلف معايا تختلف معايا هذا شيء طبيعي وشيء عادي لأن أستاذ مردد ياربين السياق والظروف والدمار العربي وعدم التعجل يعني تبرر هذا التأخير في أن يرى هذا الدستور النور يختلف معايا لا يوجد مشكلة المشكلة لم يتفق معايا لأننا في تجاهين مختلفين تماما وإذا كانت تفقني يكون مشكلة بالنسبة لا نبقى في إطار دستور في إطار توافق هناك استعجال ليس هناك استعجال سنة 2011 حدث ما حدث في بعض الدول من هنا السلطة فكرت الرئيس فكر مع ما قلت يسمى بسلطة الحقيقية في إجراء إصلاحات استباقا للإصلاحات كضربات وقائية ضد ما حدث في بعض البلدان العربية هذا بالنسبة للرئاسة بعض الأحزاب حاولت أن تحتل الشارع تركب موجة أيضا بش تعمل وش تعمل في بلدان أخرى لكن السلطة نسيت والمعارضة نسيت أن هناك شعب وهذا الشعب ما يتطواش كما تحب السلطة ولا كما تحب المعارضة الشعب ما استجب لا للمعارضة اللي قال تخرجوا للشارع ولا للسلطة اللي قال تبقوا في بيوتكم وراح نعمل إصلاحات بالوثائق الإصلاحات إلى حد الآن كل الإصلاحات ولكن عندنا مجال ربما نرجع في حصة أخرى كل الإصلاحات جاءت لتضيق على الحريات تضيق على الحقوق تضيق على حقوق الإنسان تضيق على السير العادي للمؤسسات حتى شروط تأسيس الأحزاب والجمعيات والاجتماعات والمظاهرات الإصلاحات شددت أكثر وخنقتها أكثر وقيادتها أكثر ومن ثم حتى هذا الدستور ما يكونش حادث لماذا شفنا المسودة مع البلناش والصرافين ما بعد المسودة ما جاء فيها أنا كتبت فيه مقالة وانحللت المسودة بكل اقتراحاتها ما كان حتى شي جديد إلا التسمية اللي تقول سنمشي إلى الدستور توافقين والبقي ما هو إلا كلام يعني أستاذ مقرنة العربي لست مقتني عن بتبيرات السلطة في تأخير الدستور تماما أستاذ نور الدين يعني بما أن الكثير يعني ليس فقط المعارضة حتى الناشئتين السياسيين مستقلين وغيرها غير مقتنعين بتبيرات السلطة لماذا لا تصارح هذه سلطة الشعب إذا كانت هناك عوائق أمام الرئيس في أن يقر الإصلاح الدستوري شوف أنا قلم الغريب لنكتفقه بالعكس إلا كانت المنهاجية والأطرحة نتاعه أكاديمية محظة أنا قادر نجيب أي دستور ويظهر للعالم كله أحسن دستور لأن هذه المحللين مرة مرة المعارضة يجبوا صور تعدى ساتير اللي ما تطبقش على مجتمعنا ما تطبقش أنا مراني شانا باش نتكلم على الناس اللي يشاورهم مدير الدوان لكن واحد ما معنحهم بعد ما خرجوا في المقرات تاحهم والآن بعد ما خرجت المسودة يقول إحنا كانت مغالطة كبرى والاقتراحات التعنار هم كلهم مخذواش بالاعتبار ولا واحد لا قيلك يعني كثير من الأحزاب قالت بأن هذه المسودة لا تمثل خلاصة النقاشات ولهذا طالبه بأن تكون مثل ما تفضل سيمقران ندوة مفتوحة يعني يشهدها الإعلام ويحضرها ويتناقش فيها الجميع بشكل واضح يعني اللي قال أنا مرقيتش بطبيعة الحال ما يلقاش 100% من الاقتراحة حتى عمر شديد دستور وحده توافق 5% من عندي 10% من عندك انسيتويت أولا فيما يخص قد أفاجئك إذا قلت أن المسودة ربما تخالف حتى مقترحة جبهة تحير وطني لا شوف أكيد مش تخالف انت قلت لا يوجد أحزاب يعني اعترضت وقالت أن المسودة لا تمثل محرحتها الحزب اللي رأي فكر إدي الدستور واحده 100% باللي كل الأفكار تقعوا موجودة هذا غالط نتكلم على الحزب أغلبية عندنا مجتمع فيه أطياف سياسية فيه مميزات في المناطق وكذا أنا أقول حاجة فقط لا يستطيع إجابة على العوائق أستاذ يعني أحيانا بردتها بالظرف الخارجي قلنا في حد حاجة جديدة بعض تحدث عن سحة الرئيس أحيانا بعض تحدث عن توازنات داخل السلطة إلى أخير بعض تحدث عن حسابات أيضا خليني نجاوبهم بعد زيط رحل أسئلة يقول لكم ما فيه والو أنا لما نقل المسودة ولكن أين هي المشكلة لا يستطيع المسودة لا لا سلوح به المسودة هي اللي حتروح يا ريت المسودة وقرت نحن الآن أين هو الدستور الدستور يجيب بعد المسودة ولا كيفاش تناقشوا بعد المسودة وتناقشوا قبل المسودة منذ لجنة بن صالح ثم لجنة ويحيا وتشكلت لجنة كاردون يعني كل هذا العمل تمخذت من المشاورات هاو نشرها رئيس الجمهورية وزد الرسالة وراحين خليني نجاوب باش من الأفكار التي عيت وقعد قال لك مكوال وجديد أنا نبدأ بآخر حاجة ونجي طالع لأول مرة في الجزائر المجلس الدستوري أصبح سلطة رابعة لو اللي اقتقرت دستور وفقها القانون الدستوري من حيث التشكيلة تتاعه أصبح سلطة رابعة كل لأن المجلس الدستوري زمان كان سياسي فقط الآن أصبح تشكيلة سياسية وقانونية وعنده السلطات شوف الرئيس يقدر يختار المجلس الدستوري لوزير الأول حتى المعارضة لكن بشرط تعجيز يعني برأي الكثير ممكن نبقى في المجلس الدستوري هذا حق مسبق نتناقش كثيرا في مسودة أن مسودة لا قال لي مكوالو لا تقريب سنة ممكن نبقى في هذا الهدف حالي ننكمل تكلم في الدستور لما أنك من سلك القضاء هذا هو نقاش استقلالية القضاء ما نش من سلك القضاء من سلك المحامات يعني لعائلة لا ركت تعرف الجنبين العائلة كلنا جزارية صح قال لي مكوالو حبيتني نقول له مكوالو لازم نبرهنه المسودة يعني ظهرت منذ شهر منذ جوال أن كلامنا عن الدستور نحن نبحث عن دستور واني نتكلم عن الدستور هو قال لي مكوالو ما هي العوائق ما هي العوائق التي حالت دون هذه المسودة إذا كنت تشيد بها وطرى أنه فيها جديد وفيها نضج مثل ما تفضل الرئيس لماذا لم يقدمها إلى الشعب ماذا ينتظر هي راحل الشعب هي راحل الشعب رئيس لم يعدن عن التاريخ لم يحدد حتى مجال زمني على الأقل ما زال التاريخ لآن هودا الرسالة وهذا هو ما يثير قلق للمعارضة يعني يجعلها تطعم في جديد الشرطة المعارضة المعارضة ماشي مقلق هذا إذا تذكر قبل انتخابة الرئاسية تكتلت هذا كلا اللي اسمه ورحم القطب الوطني والحزد العشين قال لي ما تديروش دستور تبرر رئاسيات طبعا رئيس ماداش دستور لغم أن اللجنة التقنية كانت نصبت قبل الرئاسيات وخلى بعد الرئاسيات والآن رفضين الدستور يعني الرئيس الآن يستجيب لمطالب معارضة في تسيير الدستور المعارضة حابت تستولي على مادة قانونية الدستورية تنحيها للرئيس وتسبحية اللي عندها حق المبادرة سأعود لك في السؤال الأخير في هذا الجزء سينور الديني استسمحك أستاذ مقران العربي هل ترى أن السلطة تتلك وتتعمد تأخير الدستور أم أنها عاجزة على تمريره وفق رؤيتها الخاصة وبالتالي تنتظر الفرصة المناسبة السلطة أراد الدستور حسب المقاس دستور السلطة ولكن لا يزم ننسى أننا ما نعيشوش وحدنا في هذا العالم كين مراقبين كين دول دول نتعامل معها دول صديقة الدول ربما تريد أن تفتعلنا مشاكل كل هذا يخلي أن فكرة الدستور ما زال لم تتبلور لأن السلطة أرادت شيء وشافت المجتمع يمشي في اتجاه آخر والرأي العام يمشي في اتجاه آخر المثال الذي ذكروا عن المجلس الدستوري لأن كلام سهل قال المجلس الدستوري هو سلطة رابعة كلام سهل إذا أسمحت لي أستاذ مقرآ لا نريد أن نفصل في المسودة لأنه سيصبح نقاش قديم أولا نتكلم الآن سياسيا لبدا طلاء التأخر نعم المجلس الدستوري سياسيا وليس دستوريا المجالس الدستورية في العالم رئيس الدولة يؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية وفي التعديلات والمقترحات الجديدة أعضاء المجلس الدستوري ورئيس المجلس الدستوري هم يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية معنى كل هذا الناس يصبحوا تحت سلطة رئيس الجمهورية إلى حد الآن أنا آسف باش نصرحك ما عندنا لا مجلس دستوري لا مجلس وطني لا برلمان لا مؤسسة تعمل وفقا للمقاييش والقوانين بكل المؤسسة تعمل وفقا للتعليمات حنا البلد الوحيد في العالم وإن السلطة تمشي شؤون السلطة بالرسائل والمعارضة تمشي شؤون المعارضة بالرسائل اسمحك أستاذ مغران لانتهى وقت هذا الجزء في دقيقة واحدة إذا سمحت لي السلطة متهمة إذن بتحويل الدستور من قانون أسمى ينظم مجتمع إلى أداة في إدارة لعبة سياسية لا إذا شوف النقاش هكذا أكيد ما رح نحنش من أن نحقو النتيجة ونوضحوا الأمور قال لك أنكر كل شيء أنكر السلطة أنكر الأحزاب هذا تقييم يعني وجهة نظر عليك هذا تقييم خطير وهيك اللي خصنا نحن الجزائريين أنا ما قلتش هنا المقترح رهمية في المياه صحيح لا قيم باش يقول لي ما فيه والو حاب يقول المعاذرة حتما زالت تستمر يقول للإيجابيات يقول للإيجابيات اللي في الدستور ديت نتكلم على القضاء ديت نتكلم على القضاء الآن استقلالة القاضية اصبحت مجسدة بحق الاتماس المتحدة يعني كل مرة أستاذ مردين تعودنا إلى المستدر تقلمك والو نبحث عن الدستور الدستور أو جاي أو جاي حاب أصرح بها الأم العام سيد عمر سعداني في الدقاء لا إذا صدقنا سعداني مشكلة لأنه سعداني سبق له في كثير من مناسبات أم بشر جزائرين بالدستور رأى أمين عام تحزب الأغلبية ولا تحسب معه إذا ما تحسب مع حزب الأغلبية لا إذا صدقنا عمر سعداني الدستور مفرد كان جاز في نوفمبر ولا في سبتمبر إلا تنكر السلسات وتنكر الأحزاب أكيد لا بناء على التجربة سرح في كثير من مناسبات مثل ما سرح مسؤولهم قبله لكن سلطة القرار قبل نهاية ثلاثة 2015 لكن قبل كان يقول قبل نهاية 2014 وعبر البرلمان كانت ظروف إيه أنت تستدل بسعداني أنا أقول لك ماذا سرح سعداني رد فعل سلبي بعض الأطراف خلت الرئيس ما يتسرعش ما شيء قال للأخرين عدم التقديد وعدم التسرع في قضية الدستور إذن حتى تصريحه الجديد شهر ولا شهر شهر ولا شهر أترأى فيه معلومة جيدة هذا تحية أمة هذا تحية أمة تعجيل المستقبل يتأخر شهر ولا شهرين وراء المشكلة وراء المشكلة ولكن روحوا الدستور اللي صح رح يبني للمستقبل تعجزائر للأجيال القادمة سنكمل نقاشنا عزائي المشاهدين في الجزء الثاني من هذا الحوار فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد عزائي المشاهدين في هذا العدد من برنامج حديث الناس والذين وخصيصه لملف التعديل الدستوري في الجزائر بين التوافق والتراشق أعود إليك أستاذ مقنائة العربي ألا تعتقد أن فشل المعارضة في فرض موازين قوى واقعية في الميدان هو الذي يشجع السلطة على أن تتصرف الدستور بهذه الطريقة؟ فقط بالنسبة لاستقلال القضاء تقول أنه موجود في اقتراحات الدستورية يكون قضاء مستقل في الدستور الحالي القضاء مستقل بنص والقاضي لا يخضع إلا للقانون وإلى الضمير ولكن لما تقول لأي إنسان أن القضاء الجزائري مستقل يبدأ يضحك أو يبكي بالنسبة للمعارضة أنا دائما نكرر أنه ما عندنا سلطة قوية ولكن عندنا معارضة ضعيفة يعني قوة السلطة من ضعف المعارضة؟ قوة السلطة من ضعف المعارضة لماذا؟ أولا أن هناك معارضات وليس هناك معارضة في أقطاب في تنسيقيات أحزاب تعرضوا حدها فهذه الأحزاب إلى حد الآن ما عندهاش خطة طريق عامل واضح وفقا لأجندا يتسجل في زمن قال واش نعمل مننا على شهور مننا على عام مننا على خمس سنين وإنما قضية عشية كل انتخابات هذه المعارضة تقدم شروط وتعلم أن هذه الشروط ما تتنفذش لأن المعارضة المجي خمستاش يوم قبل الانتخاب بتقول دي لي لجنة مستقلة وإلا ما نمشيش لجنة المستقلة لازم اليوم نتكلم عن لجنة المستقلة اليوم نتكلم عن تعديل الدستور لا ننتظرش الانتخابات إذا كان بغيت تتكلم عن التنسيقية التنسيقية اجتمعنا في زيرالدة عشرة جوام لليوم ما كان حتى شيء تجسد إلا الكلام الناس تعتقد أن المعارضة مقارنة العرب موضوعي في نقد السلطة ونقد المعارضة يعني هذه المعارضة تعتقد أن عمل المعارضة هو الاجتماعات والبيانات والفناديق سمعت بعض معارض الصالحات والأضواء والقنوات التليفزيونية بينما عمل المعارضين بغي أن يتجسد في الميدان وآخر نقطة سمعتها منذ يومين أن المعارضة ستخرج للميدان لماذا؟ بش تتحاور مع المناظلين انتهى بينما القيادة مع المناظلين هو عمل يومي ولا لديه برنامج هذا هو العمل إذن إلى حد الآن المعارضة ما زال منزلت للميدان تشوف الناس وستفكر وتستمد أفكارها وبرامجها والأجندا من تطلعات شعبية وهذا ما يريح السلطة أستاذ نعم وهذا ما يريح السلطة في إدارة ملف الدستورية يريحها أو لا يريحها على المعارضة أن تقوم بعملها لا توجد هناك سلطة مضادة لا يوجد هناك ما يضغط عليها في الشارع أو في الميدان فالسلطة تسير ملف على ما قاسها أنا لا أعتقد أن السلطة تريد معارضة قوية هذه مسألة أخرى ربما سنرجع إليها كل ما في الأمر على المعارضة أن تقوم بعملها كمعارضة والمعارضة لا تتم إلا عن طريق اللجوء إلى الشعب أنا قلت أكثر من مرة عبر القنوات قلت المعارضة في الجزائر العاصمة ما كاش ليس معها قلت لهذه الناس خرجوا شوية من الفنادق خرجوا من العاصمة اشتاروا حوين كين الثلج وكين البرد في الصيف حبتوا للسحرات شوفوا السخنة نتاع السحرات شوفوا الناس كيفاش عايشين قلت له مخرجوا بارك على بقى ثلاثين كيلومتر من مركز العاصمة دخلوا للمطاعم الشعبية رحوا تاكلوا واش يكون الشعب اللو بيبلاش مع خبزة باش يشبع واسمى هذ الناس واش يقوله في السلطة واش يقوله في المعارضة تصيب الشعب ما يهتم لا بالسلطة ولا بالمعارضة ما يهتم لا بالزيرالد ولا بالبنعكنون ما يهتم لا بالدستور ولا بغير الدستور هموم الشعب هي الحليب هي الخبزة هي المواصلات هي المدرسة هي تدفي أولاده في المدرسة المشاكل اليومية المشاكل اليومية لا السلطة ولا المعارضة قادرة على حلها ونشوفه بعض الاعتصامات وبعض التظاهرات وآخرها بالأمس فقط في توكورت كل هذه تعبر عن وجود إزمة سياسية والإزمة لن تحل عن طريق الدستر والقوانين لأنها موجودة منذ 63 إلا في فترات ولا بتحل الأزمة ولن تحل إلا عن طريق السياسة والحل السياسي لا يمكن أن يتم إلا عن طريق كل الناس تجلس حول طاولة وضحت الفكرة أستاذ مقران أستاذ نوردين بن نواري البعض يقول بأن حديث الرئيس منذ 15 سنة من 1999 إلى اليوم عن تعديل الدستور إعلانه مرتين 2006 ثم 2011 عن تعديل الدستور لكنه حتى الآن سميها بن قوسين عاجز أو متريث أو متأني أو كما تسميها في إخراج هذا الدستور إلى النور يراه غياب رؤية أصلا لدى رئيس الجمهورية في هذا الدستور إذا كان الرئيس يتحدث عن نضج أفكار وصلته أين هي فكرته هو للدستور ورؤيته للدستور شكرا في جملة وحدها باش نجاوب على المقدمة تعو قال لك مكاش استقلال القضاء شوف الدستور تاع 96 في كل الفصل بين السلطات استقلالية القضاء ويتكلم في الواقع خلينا خلينا لا شعب الحانو وعلى شكذا كل مجل أدرت خاطئ لا لا حتى لا نستغرب في نقاش نظري هو قال بوضوع النصوص تكرس نجاوب 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 لكن في الواقع يعني يقال لك اسأل أي جزائر يضحك أو يبكي إذا قلت له القضاء مستقل يعني نجاوب تفضل صحيح كان يفتقد إلى كل ميكانيزمات الشي الجديد في الاقتراح هو شنو الشي الجديد اللي ما كانش في الدستور هو أن القاضي ليحسب ضغوطات ولممارسات خرج القانون عنده حق اللجوغ إلى المجلس الأعلى للدولة هذه ما كانت شفحت الدستور وش حبيت استقلال القضاء أكثر من هذا نبش البوند هذا نقفلوه استقلال القضاء في الدستور في المقترح مضمونة بفلسفتها وبالميكانيزم لتطبيقها أولا يلجأ للمجلس الأعلى للقضاء وليس للدولة ما عندناش مجلس أعلى للدولة هو المجلس الأعلى للقضاء هذا واحد اثنين المجلس الأعلى للقضاء نفسه ما هوش مستقيل كيف يمكنه أن ينصف قاضي وهو غير مستقيل سمحني المجلس الأعلى للدولة في الدستور أنا اللي خلقني المجلس الأعلى للدولة يتجه عنده حق الطعن مجلس الدولة مجلس الدولة في القضاء الإدالي عنده حق الطعن في الدستور هذا علش نقول لك وعلش دستير كلها فيها الفصل بين السلطات شيء طيب هذه جزئية صح لا 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 فقط شيء مهم جدا شيء ثاني لا تسمح لي شيء ثلاثين ثانية أو أقل لا لا أنا قلت لك تسمح لي روحي تسمح لي ساحة باشيكون الأمور واضحة المجلس الأعلى للدولة هي قضائية لكن في دستور مجلس الدولة في هيئة قضائية مايوش موجودة مجلس الدولة موجود في الدستور الحالي منذ سنة ستة وتسعين يتكلم عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة لمحاكمة رئيس الجمهورية الخيانة العظمى ورئيس الحكومة الآن الوزير الأول عن أي جاريمة يقوم بها خلال تأجيات المهام من ذلك الوقت لليوم لا سلطة لا معارضة لا وزير داخلية لا وزير العدل لا جمعية لا حقوق الإنسان حتى واحد ما قل وراء هذا المجلس لأن لما نقوله لازم مجلس أعلى للدولة نقصد الرئيس ما نقصد الشخص الرئيس نقصد وجود هيئة مستقلة لتحاكم رئيس في حالتما ومن ثم هذا الكلام أنت استقلال القضاء رأيك خبيل ثانية بسرح تخرجت الموضوع خلينا نكمل في الموضوع بعد نتكلم في هذا الموضوع فضل الآن أتمنى أنت تعود إلى السؤال لأنه كل مرة نفتح جزئية ونافذة سنستهلك وقت البرمج تضح جاليا أنه في عقم أفكار عند هذه التنسيقية وعند المعارضة وهل الرئيس له نضج أفكار؟ إذا كان يتحدث عن تعديل دستور منذ 15 سنة وإلى الآن لم يستطع أن يقدم دستورا يعني الشعار موجود في الجزاء السينوردين أن لكل رئيس دستور عبد العزيز بوتفليقة حتى الآن باستثناء فتح العهدات ودسترة الأمازيغية تحت ظروف شارع ما ليس للرجل دستور حتى الآن تفرائك سيبن ورن تفرائك سواء البارك مجلس الدولة مستقيل؟ إذا ما يقومش بالصالحية تتاعه ناقشه مجلس التعدولة خليني نكمل في الأفكار خليني في رأيك الرئيس يملك الرئيس برأيك رؤية لتعديل دستور واحد من نشاطاء التنسيقية اللي كان قلتها أنا تقول بالك راك ماكوش منصف ماذا قال؟ ودائما نقول باللي ما عندهم لا برنامج ولا مناظلين هات التنسيقية لو يروحوا لأي قاع نحسب السلطة خلينا من المعارضة يعني هل الرئيس يملك رؤية لتعديل دستور وإذا كان يملكوها لماذا حتى الآن لم يقدم دستور منذ 15 سنة أم أنه لا يريد ذوك لا حبي يقدمه في 15 نيوم قادر عليه 15 سنة 15 سنة 15 يوم يقلد ويتسرع ولغر قادر يجيبه غدوة البرلمان ويصدقوا عليه قضية 24 ساعة لكن هو بغاية يمد دستور للجزائر دستور لاستقرار هو لم يريد أن يقلد ولم يريد أن يرتج لكنه دستور لاستقلال لم يستطع حتى الآن أن يقدم دستور يا دار المسودة خرجها دستور كيف حبيته ما سامت أنا والله ما نفهم قبلت أطرحت سؤال هذا حبيت سعيشة وضحى يقول لهم لك دستور صادقوا ونصفقوا ومع بعد سنة نقول لهم لديهم عدلوا حبي من الدستور يضمن ديمومة نضمنه ديمومة للدستور الآن قضية التنسيقية توضح أمرها باللي ما عندها لا أفكار ولا منظلين أنا نتنقل عبر الولايات ما كاش ليسا مع بعض التنسيقية الرئيس يتأخر هذي نساها يرحم مدك هذي قضية دستور ما صير بالنسبة للأمة إلى كان دستور دستور كلها في العالم إلى من عشر سنين كانت تأخذ بين الاعتبار الوضع الداخلي الآن ما كاش دستور رح يتعدل ويأخذ إلا الوضع الداخلي العلاقات الدولية رح فرضت على كل هالدول التي تعدل دستيرها أنها تأخذ بين الاعتبار لضمان استقرارها ما يجري هذا صحيح هذا صحيح لكن لا تعتقد يا سينوردين أننا أول شعب وأمه تصنع دستور الدستير موجودة منذ قرون حبيت انقلد تتايا حبيت انقلد لا نفس مسألة التقليد يعني إسقاط للدستير على خصوصية ووقع داخلي تقولها ولكن الفقهات على قانون الدستور يحذروا إياكم والتقليد لأن ما كاش دستور يصلح لكل الدول مشكلة أننا لا قلدنا ولا ابتكرنا يعني إحنا رأنا يمكننا أسكر قرية المسودة أسكر قرية المسودة اللي جابها هذه ما قلته هاش لا لا طلعنا عليها وفتحنا فيها نقاش واستضرفنا فيها السياسيين وأفضنا فيها الجميع المشكلة ليست في المسودة ما كاش باب من الأبواب إلا وما جاش الاقتراح في التعديل بالتحسين تعالى الأداء شوف رئيس المجلس الآن الشعبي الوطني رئيس المجلس الأمة المعارضة كلهم يقدروا يروحوا للمجلس الدستوري هذا الشيء جديد بالنسبة ل بالنسبة للمسودة بالنسبة للمسودة ما قرناهاش ما عليش رأنا نقروها اليوم معاك ما كان حتى مشكل ممكن نقروها في أي وقت لأنه كان تراجع الجرائد وتراجع وسائل الإعلام تكتب أنني كتبت مقالة مفصلة ومطولة حول المسودة وما نقدرش نكتب على المسودة قبل ما نقره نغلق القوس هذه نقطة الأولى نقطة ثانية باختصار ما نحتاجش لتعديل الدستور اليوم نحتاج لي تعديل مادة لفتحة العهدة باش نغلقها ترجع كما كانت في الدستور 96 عهدتين فقط نرجع أن الوزير الأول أو رئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان والباقي من نطريس سنة سنتين خمسة من نحتاج للتعديلات لأن مرة أخرى تفضل نطرع لك سؤال وجاوبني بكل سن وراه المدرسة تعد دموقراطية في العالم التي تبني الديموقراطية على قضية العهدات فتحه الأغلق أعطيني مدرسة واحدة أنا نعطيك المدارس بكل بساتة ماهيش مقياس تعد دموقراطية وهذا توجد مدرسة وعدي الدستور فقط لفتح العهدات خليني نجاوبك خليني نجاوبك عهدات المستشار في ألمانيا غير محددة ألمانيا بلد دموقراطي والشعب هو الذي يختار المستشار في أمريكا محددة بوهدتين الشعب الأمريكي هو الذي يختار الرئيس المشكل لا لا أفهمت سؤالك لا لا فهمت سؤالك تعد تدول على السلطة لا لا فهمت سؤالك لا لا فهمت سؤالك أنا أعطيك في المدارس ضروحات المدرسية أنا فهمت سؤالك لا وجود التجارب معرفة ما حبيك التجارب عن مدارس التعدمقية في العالم لما تطرح سؤال أقل شي تسمع الجواب وإلا ما تطرح سؤال إذا قلتني من البداية الخطأ شوف أنت حرف سؤال أنت عين ولكن جواب أنت عين مشكلة تقييد العهدات وفتح العهدات ليس مشكل دستوري هو مشكل سياسي لأن الدستور يأتي للتقنين فقط في الجزائر لو كانت الجزائر دولة ديمقراطية وأن الشعب هو الذي يختار الرئيس ويختار نواب ويختار الممثلين يفتح عهداء أغلق عهداء ما يهمنيش لما كانت العهداء الرئاسية لا تسلم من طرف الشعب بل تسلم من طرف القيادة العسكرية ومن طرف ما يدور حولها وفقا للنمط المعروف من انتخاب أحمد بن بلا إلى العهداء الرابعة لرئيس بوتفليقة ومن ثم أعتقد أن في الجزائر عهداء واحدة كافية لأن الشعب ما يخيرش على الأقل عهداء إذا كان مليحة قال بارك الله فيك وإذا كان كاي النقصان كما نلاحظ اليوم يجي شخص آخر ليمارس عهداء أخرى إذن المشكلة ليس في المدارس المشكلة ليس في التقنيات المشكلة ليس في الفقه الدستوري إذا كان بريد أن نفتح هذا المجال نفتحه أنوياك لكن المشاهد الذي رأيناه ما يحتاج لهذه الأمور يحتاج تعطيله الملموس جي تتعدل الدستور علش تتعدل الدستور؟ أنا أقول لك الدستور ما يحتاج حتى التعديل بالنسبة للمواطن بالنسبة للجزائر فقط الموجود الآن لو حطر ما ما دخلنا في إزمة سياسية دخلنا في إزمة سياسية لأن الدستور ينتهك يومياً والقوانين تنتهك يومياً أقصد كل مواد الدستور تنتهك يومياً لو كان غير مادة وحدة نتجاوزوها الدستور ككل يومياً ينتهك والقوانين يومياً تنتهك لأن النظام غير مبني على القانون والدستور ولسنا داخل دولة القانون بالمبني على الزمر مبني على الجماعات المصالح مبني على الفئات للأسف وصلنا الآن حتى بالقول مبنية على المناطق والجهات الآن السلطة مبنية على مكان الميلاد وليس عن الكفاءات والإخلاص للعمل والوطن هناك سياق الأزمة السياسية المشكلة ليست في الدستور هو الشي اللي يتكلم الدخل في الدستور شوف أولا بصيفة نهائية وهذه في المجموعات متعة التنسيقية وليس في التنسيقية يقولوا لازم العسكري واليوم حضرت معك هنا هذا ما يعنيش بدأ ركي معي شوف العسكر يتدخلوا وكاين من نفس المجموعات لازم العسكر يخرجوا من الحالة السياسية ورهم العسكر هذو ما فهمناش تجيب واحد من التنسيقية لأن يقول لك العسكر لازم يتدخلوا واحد يقول لك يخرجوا العسكر رهم قايمين مهما تبقى للدستور ما نحسوش نتهمهم وننقحمهم خلي العسكر بجهة لنتكلموا لهم كاين كلام أخر لنتكلموا لهم الآن فيما يخص انتهاك الدستور إذا كان العيب في الدستور تاع 96 ما كان حتى مادة عندها الميكانيزم اللي يتطبق الآن نعطيك الميكانيزمات تكلموا لهم محاربة الرشوة كاين مادة تقريبا قانونية صبحت في الدستور هو يقول لك حجز كل الممتلكات اللي تكتبت هذا المفروض ما تكونش في الدستور لكن قوة عزيمة الرئيس باش محاربة هذه الأثى دارها دستوريا أكيد المشكل برأي البعض كان دستور نظري ويستحيل باش تطبقوا لأن الميكانيزمات اللي يتطبقها صعبة والآن في الدستور هذا القوانين العضوية راح تتعم كثير من المجالات واش يعني هذا؟ احترام دولة القانون واحترام دستور لكن بعض سينوردين يرى بأن الجزائر ما زالت تدور في حلقة مفرغة اليوم الشعوب الإفريقية تقدم دروس لنا وللعالم يعني فيه صحوة ديمقراطية فيه حراك سياسي احنا ما زلنا نتكلم على دستور منذ سنوات يعني من يتحمل المسؤولين ترهيم المستقبل جاء وقت وينما جلس المنتخبة راحت ما بقاش ما بقاش حتى واحد منتخب بقى غير الجوفيرنور دولة بنك سونترات هذا ما كان عنده شرعية الآن الجزائر خرجت من الأزمة هذيك كانت ويأم مدني مصالحة ولذلك الرئيس ادمج المصالحة الوطنية وقالوا نسم في هذا الدستور بدون سلم بدون مصالحة كيفاش تحضر دستور اللي تشرع له لخمسين سنة ولستين سنة المعطيات والجزائر وين رسائل الرئيس الرئيس تقرأ يوميا في التلفزة العمومية وين نشوف يوميا الرئيس في الخبر الأول كين فيضانات كين زلازل كين حروب كين مشاكل على الحدود نخليوها كين مواطنين يموتون نبدأ برسائل الرئيس البلد اللي يقرأ رسائل الرئيس في التلفزة هو كوريا شمالية والجزائر حتى كيبا تخلت عن هذه الفكرة ومن ثم أنت ما زالت تقول لي دولة القانون ما دولة القانون الدستور ما الدستور الرئيس ما عليين شروحه رأي عنده مشروعية على الشعب لما تعمش بها ما عندي ما نديرلك أنت رافض كل شيء الشرعية في البلد في كل المؤسسات ما نقدرش نتحاور الرئيس ما جاش حتى تروحه أنت رأي تقول الدستور لا يمكن أن يحترم لا لا شرعية الرئيس أنا ما ننفيش شرعية الرئيس لمدهله الشعب هذا تبقى للدستور عبر الانتخابات الدستور الميكانيزمات لكنجاتلية تقريباً دراسة أنها تشبه مواد قانونية ولكن حرصاً من الرئيس لتطبق الدستور كل مادة دستورية إلا دار لها ميكانيزمات لتطبيق التحق ابتداء من مراقبة الحكومة أو مراقبة القوانين هذا النطج الذي يبحث عنه الرئيس بطبيعة الحال لأنه لم يكن يتهرب الراحل أشوف أنت عليك تثبت كلامي تعرضوا لكن لما تتكلم تثبتوا إن شاء الله لا 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 إن شاء الله لا لا ركت مد أديلة بلا ما تقصدها لماذا؟ نعطي لك مثال واحد نعطي لك مثال واحد ملي بدينا للآن الجزائر مبنية على الرئيس بينما الجزائر مؤسسات من المفروض ما قوش بني على الرئيس كش ماهدرت لي على مؤسسة ماهدرتش على المؤسسة شرعية الرئيس رأي على مستوى الوطن والواحد شو قرأنا تكلموا على شكل اللي عنده الحق المبادرة بالدستور يا سيد الوزير في كل الدول العالم من دول العالم، الرئيس هو اللي بتربى الدستور ماشي بيدها في الجزائر عطني بلد واحد وين برلمان وين كذا وين كذا كان بغيت ندخلوا في القوانين الدستورية نحن ما نروحوش بعيد ما نروحوش بعيد الدستور الفرنسي لا يعدل إلا بموافقة رجلين مسؤولين رئيس الجمهورية والوزير الأول ما ندخلوش في هذه الأمور ما تهم حتى واحد ما لش في الجامعة بغيت تفضل نمشيوا للجامعة محاضرات أما هنا ما كاش رئيس الجمهورية في فرنسا القانون دستور الفرنسي تعدل ستة وعشرين خطرة ما يتعدلش كان موافقة الوزير الأول وإلا ما يتعدلش كان جزئية توقيع بمبادرة الرئيس والموافقة تعد أخر بدون موافقة الوزير الأول ربو عشرين تعديل ٥٨ إلى التعديل الأخير كلها باقتراح من رئيس الجمهورية ما كان حتى حاجة تمشي بكلامك إلا بإرادة الرئيس خير إن شاء الله خير إن شاء الله في كل شيء من المفروض كان مؤسسة هناك تثبت مكاش مؤسسة مع هذا الرئيس يركز كل الصلاحيات في يده وكل شيء لا يتحرك إلا بإذنه كما يقول السينور الدين لكن حتى الآن لم يخرجوا لهذا الدستور يليته تصرف بهذه السلطة يليت لو كان المشكلة يتعلق فقط بالدستور لأن الدستور الحالي وش يقول كمثال لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في فترات معينة ويقول على البرلمان يمكن للبرلمان أن يرفض الأمر ويصبح كأن لم يكن هذا موجود في الدستور إلى حد الآن الرئيس شرع أكثر من عشرين مرة في المسائل الهامة خارج البرلمان ويجي البرلمان يرفع يده لو كان مؤسسات يوصل الأمر للبرلمان الأكبر أكثر يقولا يقول له مؤخر سر مهمة سأعود إليك في السؤال أخير من الرئيس نحن هذه المشكلة التي أعاد الأوامر كلها تمر على المجلس الدستوري نخabo الموافقة الدستوري الشيط اللي لم تكن في الدستوري القديم هنا اقول لكي المجلس 충Up أنت ترجع اللي مجلس الدستوري لا 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 ملاحظة منهجية التركيبة تعيش تخيبها تعين خسنت سينار الدين في المسودة إذا رغب الرئيس ليس إلزامه يعني مسألة الاستشارة في هذا شوف الأوامر والقوانين إلا لذكري لم يفوتوش برغبة الرئيس لكن الأوامر والقوانين كلها تمر إجبارية النظام الجزائري مبني على رئاسة الجمهورية قيادة الجيش رئاسة الجمهورية تظهر قيادة الجيش لا تظهر أما ما تسميه بالموالد والأغلبية والمعارضة هذا تذكيرك حتى نفتح نفذة على المستقبل لأن الوقت انتهى كيف برأيك سينتهي ما خال هذا الدستور هل سيولد مكتبلا غير مشوهم أنه سيمود في بطن أمي بكل صراحة أن هذا الدستور يتعدل ما يتعدلش مهما كانت الموال التي توضع في الدستور المشكلة في الجزائر ليست تعديل الدستور لأن الدستور لا يحترم الذين يتطلعوا للدستور يقولون بنسبة لك الدستور لا يحترم علش نعدل الدستور مدام ما رحش نحترمه سنوردين إذا كان الرئيس ما زال يرغب حتى الآن في التوافق والنضج وعدم التعجل وما إلى ذلك وفي الطرف الآخر معارضة متمسكة وجزء منها على الأقل متمسكة بخيارها في مطلب الانتخابات الرئاسية وما إلى ذلك وعدم المشاركة في الدستور هل برأيك سيلجأ الرئيس إذا كنت تقول بأن الثلاثة لأولة 2015 سيمر الدستور هل يلجأ الرئيس إلى تمرير وفرض دستور الأمر الواقع شوف الأمر الواقع هذا ما كاش الأمر الواقع المعارضة هو يقول توفق لكن المعارضة يرفض حتى الاندماج فيما صار هذا التعليل المعارضة ركتبعتها لحدث سياسي كيفاش بدو ما كاش تعديل الدستور بوتفليقة ما يترشعش ما كاش انتخابات انتخابات مصورة ما كاش برنامج كين برنامج رئيس ولا غضوك أولا كلام هذا حبر على وراء ولا غضوك أولا حبر على وراء إذا كاتت في قضية مطبوعات حتى أخزم معارضة إلى الانجازات إلى الانجازات كامل اللي اندارت بضب برنامج يعني بقدرة الإله هكذا فقط كين برامج مخططة الخمسيات مخططة وبرنامج الرئاسة وليس برنامج الموالات ولا جبهة التحسن ولا الإيراندي هذا طبيعة الحال لما نكونوا في تحالف كل واحد يجزون برنامجه شوف أنا نقول لك كلمة أنا خارج زمن البرنامج أرجو أن تجبني إذا لديك إجابة أولا شرعية الانتخابات مندوسوش على سيدات عشاء لا هذا موضوع آخر رئيسي كم عودة تاعه هل ترى أن الدستور من هنا إلى الثلاثة الأولى سيمر الدستور كيفما كان موقف المعارضة هذا بدون شكل كمصلحة الأمة قبل الحزيبات بمعنى أن التوافق في النهاية سيتبخر شوف مصلحة الأمة ومصلحة الشعب هذه اللي راح تتسير الرئيس في اتخاذ القرار وما يشهدون له مجتمع في الصالونة واضح واضح لم يبق لي في ختام هذا البرنامج أعزائي المشاهدين إلا أن أشكر ضيفي المحامي ونشط السياسي الأستاذ مقرن أيت العربي والقياد في حزب جبهة تحير الوطن أستاذ نور الدين بن نوار كما أشكركم أنتم على متابعتكم ووفائكم نلتقي في عدد جديد من برنامج حديث الناس وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة